أيضا منتخب مصر والصحفة الإنجليزية بتبرز تعامل صلاح مع محبي ومشجعي طبعا أن أنت تبقى نجم ده شيء بيدي عليك أولويات وبيدي عليك مسؤوليات أنك إزاي هتتعامل مع الجماهير إزاي هتتعامل مع الناس اللي بتحبك الناس اللي بتتمنى أنها تشوفك فما بلك واحد من أبرز نجوم العالم محمد صلاح من أبرز نجوم العالم واحد من أبرز ثلاث لعبين في العالم في الوقت الحالي أفضل لعب في الدور الإنجليزي يقول زي ما تقول ما شاء الله أرقامه أحصيات كبيرة جدا لنجمنا الكبير محمد صلاح محمد صلاح في منزله حطت بيه العديد من الجماهير أنه هو يطلع يتعامل معهم بمنتهى الرقية ومنتهى التحضر وهو ده دور فأنت عشان تبقى سوبر سوبر ستار دي مسؤولية كبيرة جدا وعب وهتفضل تتخذ عليك طوال حياتك حتى بعد ما تبطى الكورة هذه صور الجماهير وهي أمام منزل محمد صلاح والجمهور بأي حتة في العالم هتعرف أن محمد صلاح في المكان دوت هيحصل التجمهر ده الناس بتحبه جدا الناس ممكن ما تصدقش أنها تشوفه الناس بيبقى أمل حياتها أنها تلتقي معاه وتقوله يا محمد أنا بحبك يا محمد أنت شرفتنا يا محمد أنت حاجة جميلة يا محمد أنت نموذج يا محمد أنت لازم تجيب جوان في منشستر ونايتد كل الكلام اللي أنت ممكن تتخيله حيكون في زهن كل المشجعين اللي راحوا وحاولوا أن هما يسلموا عليه والتقوتوا معا الصور وده الجمهور اللي يستحق بقى الصور ده الجمهور اللي بيحب ده الجمهور اللي بيدفع تسكرة بجد ده الجمهور اللي بيطلع يشجع بجد ده الجمهور اللي بيصنع نجم فمن حقه أنه يلتقي بيه وصراحة طريقة أداء محمد صلاح يعني كانت جميلة للغاية أو حاجة من الحاجات اللي تخليك يعني إيه سوبرستور يعني إيه نجم كبير قوي لأن الكل يتذكر كل نجمنا الكبار بيتعاملوا إزاي مع الجميل حتى الآن حتى بعد اعتزاله ممكن يبقى مبطل بقاله 30 سنة ولكن لسه نجمه وعارف إزاي يتعامل مع إحساس الجماهير الخبر الآخر سفير الكوري